لو انت دكتور بتري أو طالف كلية في الطب البتري أو حتى محب للحيوانات الأليفة أو مربي للدواجن أو الأرانب أو اللارجي أنيمان يبقى لازم تشترك في قناة محب الله ورسوله وقناة يوميات محمد ومنية بأن أنا وزوجي دكتورة بيتريين خبرة أكتر من عشرين سنة في معظم مجالات الطب البتري وانت بتسمع دكتورة أمنية الشامية ودي تاني محاضرة أناتومي ونستكمل اللي بدأناه أول محاضرة ونزلت أول محاضرة على فيديوهين أنصحك أنك تشوفهم الأول وهسب لكم لينك الفيديوهين في الديسكريبشن إن شاء الله ونكمل نظرة عامة على التشريح المقارن للجهاز البولي وعرفنا في المحاضرة الأولى أن اليوريناري سيستم الجهاز البولي بيتكون من توكيدنز وشرحناهم بالتفصيل وعرفنا كليتين هما اللي دورهم بروديوسينج أوف يورين العضو المسؤول عن إنتاج البول لكن الجزء الكوندكتينج بارت الجزء المسؤول عن نقل اليورين بيبدأ من الرين البيلفيس الحض الكلوي والتويوريترز الحالبين واليوريناري بلادر المسانة البولية واليوريسرا المجرى البولي أو الإحليل وبيكون داخل العضو الزكري في حالة الميل الزكر أو بتفتح في الفاجين الفيستبيول الدهليز المهبلي في حالة الأنساء الفيميل وقبل ما نعرف تعريف الرين البيلفيس لازم الأول نعرف إيه هو الرينال ساينس الجيب الكلوي أو التجويف الكلوي الرينال ساينس عبارة عن جزء دهني بيقع داخل الجهة الأنسية الداخلية الماديا الأسبكت للكلية وبيتصل بالجزء المحيط بالكلية وده بيحتوي على النكير الكلوي أو الصرة الكلوية وبيكون محاض بالنسيج الحشوي الكلوي من الجهة الوحشية الجهة اللي البرة ومحتويات الرينال ساينس الجيب الكلوي الرينال أرتري الشوريان الكلوي ورينال فين الوريد الكلوي والكؤوس الكلوية الصغيرة والكبيرة ماجور أند مينور كالسيس وبيحتوي على الأديبوستيشو نسيج دهني وده المحتوى الأساسي المين كومبوننت والليمفاتيكت شانلز القنوات اللينفاوية والأوتونومك نيرفيس الأعصاب المستقلة والفايبراستيشو النسيج اللي فيه دلوقتي بقى ممكن نفهم يعني ايه رينال بلفس الحوض الكلوي وده عبارة عن المنشأ الواسع الديليتد أوريجين أو نهاية الجزء العلوي البارز من الحالب في ليرد بروكزيما الاند أو زيوري طارب وبيقع داخل الجيب الكلوي لوكيتد انسايد زا رينال ساينس وعرفنا ايه هو الرينال ساينس والحوض الكلوي وظفته انه بيجمع البول فيه قنوات الحليمات الكلوية وبعدين بيوصل على طول البول للحالب ونشوف الكمبراتيف أوفرينال بالفسأة المقارنة بالنسبة للحوض الكلوي بالنسبة للسمرومنانت المكترات الصغيرة والكارنيفوروس آكلات اللحوم بيكون عبارة عن تجويف طويل مركزي اللونجيتد سنترال كافتي اللي بداخله بيمتد القمم الكلوية انتو هواتش بروجيكت زا رينال كريست وعلى جوانب التجويف بيكون فيه اقواس او تجويف متعددة وبيكون محزز او مشاشر بصفوف من الانسجة الكلوية ولذلك بتسمى حليمة كاذبة لان مش فاتح عليها حليمات والحليمة الكاذبة بتنصف تقريبا كل قوس زا سيدو بابيلا نيرلي باي سيكت اتش ريسس والشرايين والاوردة بين الفصوص الكلوية زا انترلوبر ارتريز اند فينز بيصعدوا ناحية الكشرة ascending towards the cortex في الشقوق الديئة انزا نارو كليفتس الموجودين بين الاقواس المتقربة بين نيبورينج ريسسس لكن في الكات التجويف المركزي للحوض الكلوي سنترل كافتي اوف رينال بيلفيس بيكون اصير من القطب للقطب شورتر فرنبول توبول وبيكون كمعي الشكل اكتر مور فانل شيب والسليت دي بتوضح لي قطاع سهمي ساجتال سيكشن في الكيدني اوف كارنيفوريس وده الرينال بيلفيس الحوض الكلوي بيكون كيريسينتيك شكل الهلال لكن في حالة الهورس في السنترل بارت الجزء المركزي وعلى الجنب في الاتنين تيرمينال ريسس الاكواس الطرفية والتجويف الطرفية اللي بيجمعوا اليورين من الحليمات البابلة وفي السنترل بارت الجزء المركزي بيفتح الرينال كريست القمم الكلوية اللي بيفتح فيه كل الحليمات كل البابلة وده قطاع سهمي ساجتال سيكشن في الكلية بتاع البيج الخنزير وده مكان الحالب اليوريتر وبيعنقسم لماجور كاليسز كؤوس كلوية كبيرة وماجور كاليسز كؤوس كلوية كبيرة الجهة التانية وكل واحد فيهم بيشيل مجموعة من الكؤوس وكل كأس بيستقبل الأهرامات الكلوية الرينال بيرامتس والسنترل دي بتوضح لي كوروزيون قاست وده تقنية بيتم فيها حقن مادة معينة داخل عضو أجوف بيتجمد جوه العضو وبتتجمد جوه العضو فهنا بيتم حقن الحالب والمادة وصلت لحوض الكليا والمادة دي بتعمل تآكل لنسيج الكليا وقادة الرينال بيلفس الحوض الكلوي خارج منه رسس تجاويف وكل رسس بينقسم باي سيكت بينشطر وبينقسم الاتنين وكل كمة من الرسس بتعتبر سيدو بابلة حليمة كاذبة وده بيكون اسمها كلاتر الرسس تجاويف جانبية بتكون موجودة فيه السمور رومينانت المكترات الصغيرة والكارنيفروس آكلات اللحوم وفيه الكامل الجمل ودلوقتي جهدور أخوك الصغير أكيد عارف طبعا هو هيجي يعمل لايك ويكتب تعليق علشان احس ان فيه تفاعل على الفيديو انا عارف طبعا ان انت مش فاضي وده برضو كروزيون كاست أوفزا كارنيفوريز آنيمال أكلات اللحوم وده البلفك ريسيسز التجاويف الكلوية بتكون باي سيكتد منشطرة أو منقسمة وده الانتر لوبر آرتريز الشرايين بين الفصوص الكلوية وده رينال آرتري أشوريان الكلوي بالنسبة للأوكس طور ناخد بالنا الحيوان الوحيد اللي غايف فيه الحود الكلوي زارينا البلفس is absent وبديل له الحالب بينقسم إلى فرعين كل فرع بيتجه ناحية قطب من أقطاب الكلية وكل فرع أولي بيتشعب لأكتر من 18 ل22 فرع سانوي بالنسبة للرينا البلفس بتاع الكامل بيكون نارو ديق وكريسنتري كيلالي في الأوتلاين بتاعه في المخرج بتاعه وبتصل بطول الحواف connected along its margin بحوالي 12 من الفجوات الجانبية الوسعة أباوت وهلف extensive collateral recesses وبتكون مطوية folded appearance وبيكون موجود interlobular renal vessels أوعية كلوية بين الفصوص مش interlober ولكن interlobular بتكون موجودة داخل المصاريك blessed in amsantry بنمط معين إنها بتكون بين التجاويف الجانبية like fashion between the collateral recesses وديه مقاطع للكدني الكليا للأوكس وده اليوريتر بينقسم لتو برانش فرعين كل فرع يروح للإكستريمتي لطرف واحد كرينيال ناحية الرأس وواحد كودل ناحية الديل وبعدين يطلع منه كاليسيز كقوس كلوية ثم كقوس صغيرة كل كأس بيستقبل حليمة من الحلامات لوب فص من فصوص الكليا هنا مفيش رينال بيل في صحود كالوي لكن اليوريتر الحالب انقسم لتو برانش فرعين ويطلع منه كقوس علشان تستقبل الحلامات وهنا ده الكرينيال برانش الفرع المتجه ناحية الرأس من اليوريتر الحالب وده الكودة البرانش الفرع المتجه ناحية الديل وبعدين كل فرع بينقسم لكاليسيز كقوس وكل كأس بيستقبل حلمة رينال بابلي الحلمة الكلوية اللي واخد اللون الابيض ده كأس الكاليكس واللي واخد اللون البني ده رينال بابلة الحلمة الكلوية وده ملتي بابلة ريكيدني متعددة الحلمات والمميز هنا ان غايب رينال بيلفز الحوض الكلوي وعرفنا بيعوض غياب اليوريتر الحالب اللي بينقسم لتو برانشز فرعين ويدين الكؤوس اللي بيستقبلوا الحلمات البولية والسلايد دي بتوضح ليه كوروزيون كاست مادة محقونة في كلة الأوكس الطور ده الحالب اليوريتر طلعا هوا ما عملش رينال بيلفز حوت كالوي لكن انقسم لتو برانشز فرعين ادى فرع وادى الفرع التاني ويطلع منه كالسيس كؤوس كبيرة كل كالكس يدينا كؤوس صغيرة ولذلك اسمها مالتي بابلاري متعددة الحلمات لكن المميز في حالة الأوكس هو غياب الرينال بيلفز الحوض الكلوي وده ساجتال سيكشن قطع سهمي في حالة الكدني أوف كامل كلية الجمل وده مكان الحالب اليوريتر وده رينال بيلفز الحوض الكلوي وبيكون كيري سينتريك شيب بشكل الهلال وبيخرج مجموعة من الكولاترا ريسيس التجاويف الجانبية وبتكون باي سيكت مقسومة بإنتر لوبيولر أرتريز الشريين بين الفصص الكلوية وتبقى الشريين مع بعضها بالأجزاء اللي حواليها بتشبه بالضبط المصاريك الميزينتري يبقى هنا الرينال بيلفز الحوض الكلوي موجود وبيطلع منه كولاترا ريسيس تجاويف جانبية حوالي 12 كولاترا ريسيس والإسلاق دي هنتكلم عن الرينال بيلفز الحوض الكلوي للحصان الكمام الكلوية الرينال كريست بتتجه ناحية الحوض الكلوي زرينال كريست بروجيكت انتوز رينال بيلفز والأهرامات النخاعية المركزية بتكون قمام كلاوية صغيرة سنترالي مدالاري اللي بتصب في قناة الحلامات وبتكون المنطقة الصفوية وقنوات الحلامات من الأقطاب بتصب في تجاويف طرفية لح فيه هنا تجاويف طرفية لأن الكلية فيها إنحناء كبير مور كيرفد ولها تو إكس تريمتز أو تو بولز طرفين وبيكونوا قريبين من الرينال هايلس النخير الكلوي وبالتالي أطراف الكلية عشان تجمع اليورين من النهايات دي فربنا سبحانه وتعالى جعل الترمينال رساس التجاويف الطرفية علشان تفتح في الرينال بابلة الحلامات الكلوية في إكس تريمتي أطراف وكلو يفتح في الرينال بلبس الحوض الكلوي وفيه كمان حاجة هنا مميزة للهورس الأخشية المخاطية المبطنة للجزء المركزي زميوكا زميمبرين ليننج سنترال بارت بتكون طيات سميكة جدا فورم سيك هايلي فولدس وبتحتوي على غدد أمبوبية كونتينت يوبيولار جلاند اللي بتفرز مخاط سميك وده اللي بيدي اللون المميز للهورين هو اليورين بيكون معكر تيربيد بيكون كده فيه رغاوي فومي وفيه نسبة طبيعية من البروتين في اليورين نسبة من الزلال في البول ولكن زلال فيسيولوجي يعني طبيعي مش حالة مرضية وده بيسبب لو الحصان مشربش مية كتير بيتسبب في حالة من احتباس البول بسبب زيادة لزوجة اليورين والمحاضرة دي اللي شرح لنا من 20 سنة كان دكتور مصباح وشبه لنا اليورين بتاع الحصان بالعصير الأصب لأنه بيكون فومي وتربد هو فعلا نفس الشكل ده بالزبط فطبعا انت يعني قدامك من دلوقتي عشرة 15 سنة كده على ما تنسى النسيتو يعني فطبعا نظرتك اختلفت تماما وانت معدي قدام عصير الأصب كده وتحس بنت عاش في الصيف فده خلاص للأسف مش هيحصل تاني بالنسبة للبيج الخنزير الحض الكلوي بيتكون من تجويف مركزي زارينا البلفيس كونسيستيس وده بتفتح على الحالب وفيه كأسين كبار بتتجه ناحية الأقطاب والتجويفين المركزيين التجويف بتحمل حوالي من 8 ل 12 كؤوس صغيرة وبالنسبة للأنابيب بتكون قصيرة short tubular stem وده قطاع سهم في الكدني كيلية الهورس دي الكورتكس القشرة وده المضلة النخاع وده الرين البلفس الحود الكلوي والسنترال بارت الجزء المركزي وده تجويفين طرفيين وبيستمر كايوريتر حالب وده السلايد برضه كوروزيان قصد محؤون مادة في الرين البلفس الحوض الكلوي بتاع الهورس ده السنترال بارت الجزء المركزي وده التجويف الطرفية والأجزاء المهدبة هي البابلاري داكت الأنابيب الحلامية وده كله التجويف الطرفية بيكون فيه واحد يمين وواحد شمال وده رين البلفس الحوض الكلوي وده اليوريتر الحالب والسلايد دي بتوضح لكوروزيان قصد عينات مجمعة دي رين البلفس الحوض الكلوي في حالة اللادولفين واليوريتر بيكون فيه بابل حلامات بتفتح بجزء من البابل ريضاكت القنوات الحليمية وهنا في حالة الأوكس فرعين لليوريتر ويطلع منهم الكقوس الكلوية اللي هتستقبل الحلامات وده في حالة البج الخنزير ده جزء مركزي سنترال بارت فيه كقوس رئيسية طالع منها كقوس الصغيرة وهنا في حالة الكارنيفوروس آكلات اللحوم وفيه الاسمور مينانت المكترات الصغيرة ده الرينا البلفز الحوض الكلوي وده اليوريتر الحالب وده كولاترا ريسيس التجاويف الطرفية اللي قلنا عليهم بيكونوا بايسيكت مقسمين وهنا في حالة الهورس آه ده اليوريتر وده الرينا البلفز الحوض الكلوي وده الترمينال ريسيس تجاويف الطرفي وده الترمينال ريسيس وده الانجوتيودونال سيكشن قطاع طولي للديفرانت أنيمال زي حيوانات مختلفة هنا في الأوكس الطور غايب الرينا البلفز الحوض الكلوي وده برانش فرع من اليوريتر ويطلع منه مجموعة من الكؤوس تستقبل الحلامات الخط الأبيض كأس وده فيه كاليكس ميجور وكاليكس مينور كأس صغير والجزء المركزي من الحوض الكلوي سنترال بارت أوف رينا البلفز وكلهم بينقسموا لمينور كالسز كأس صغيرة بيستقبلوا الحلامات بتاع الكليا والكلية في الأوكس والبيج مالتي بابلري متعددة الحلامات لكن كليا البج الخنزير بتحتوي على رينا البلفز حوض كلوي لكن مافيش فيه الأوكس رينا البلفز حوض للكليا وفي حالة السمور رومينانت ده سنترال بارت الجزء المركزي وكل الحلامات بتتجمع وتعمل رينا سينوس جيب كلوي اللي بيفتح على الحوض الكلوي رينا البلفز ومنه لليوريطار الحالب نفس الكلام بالنسبة للكارنيفوريس آكلات اللحوم زي السمور رومينانت لكن في الهورس ده سنترال بارت الجزء المركزي للرينا البلفز الحوض الكلوي وده الاتنين من الرساس التجويفين الطرفيين وده ملخص للرينا البلفز الحوض الكلوي أهم شيء إنه مش موجود في حالة الأوكس بيكون أبسنت وفيه الشيب الماعز فيه كل رساس تجاويف طرفية زي الدج وزي الكامل وفي الخنزير فيه كقوس كاليس والحصان بيكون فيه سنترال بارت جزء مركزي وتو تيرمين الرساس تجويفين طرفيين وكمية الدهون في الرينا البلفز التجويف الكلوي حوالين التجويف الكلوي الأديبوس كابسول الكابسولة الدهنية بيكون أليل في حالة الهورس وبيكون كتير اكستنس في حالة الأوكس والشيب والبي لكن كميته بتكون متوسطة مدرت فيه الدجو والكامل وبكده نكون انتهينا من الرين البلفز الرحوض الكلوي أول جزء من الجزء اللي بيقوم بعملية نقل اليورين ونبدأ في تاني جزء من أجزاء اليورين وهو اليوريتر الحالب وتعريف اليوريتر الديفينيشن ده عبارة عن نارو مسكولوم برينا ستيوب أنبوبة ديئة غشائية عضلية بتنقل البول في تقطير مستمر من الحوض الكلوي إلى المسان البولية بالنسبة لما صار اليوريتر الكورس الحالب بيمتد من الحوض الكلوي من النقير الكلوي أعز رين الهايلس ثم بينحرف بنت اتجاه ناحية الديل كدلي اتجاه فتحة الحوض وبيكون غير مغطى بالغشاء البريتوني خلف السفاق ريترو بريتوني وأجزاء الحالب عبارة عن جزئين جزء أبدومينل جزء بطني وبيكون ملاصق للعدلة القطنية وبيتقاطع مع الفرع الطرفي للأورطة والوريد الأجوف الزيلي كوروس تارج تارمينل برانش أوف زأورطة أند كود الفينا كافا تاني جزء من الحالب بيسمى بيلفك بارت جزء حوضي وهنا بيدخل الطية التناسلية في الزكر انتر زجينتال فولد انميل أو الرباط العريض في حالة الأنسة برود لجامنت انفيميل والحالب بيخترق الجدار الزهري للمسانة البولية برسل بزاوية حادة بالقرب من الرقبة بالجزء الداخلي للمسانة البولية وبيكون ارتفاع طويل في الغشاء المخاطئ للمسانة انزم يوكاس ميبرين أوف زا بلادر وده بيسمى يوريتري كولن عمود الحالب وده دايجرام رسم توضيحي للسكيلتون الهيكل العظمي للحصان بيوضح يورو جينيتال سيستيم الجهاز البولي التناسلي وده كيدني كليا وده اليوريتر الحالب فيه جزء في التجويف البطني وده مدخل الحوض البلفك انلت فيه جزء من الحالب وفيه جزء من الحالب بيدخل فيه المسانة البولية يبقى الحالب زي ما قلنا عبارة عن ثلاث اجزاء انترا ابدمين البار جزء بطني وانترا بلفك بار جزء حودي وانترا ميورال بار جزء داخل المسانة وده العضو الزكري وده الاكسوس ريجلاند الغدد الثانوية وده التستس الخسية وده القنوات الناقلة بتطلع من التستس الخسية في اليورينا بلادر المسانة البولية وده اليورسرا المجرى البولي وادة اليوريطر وادة اليورينا البلادر واليوريطر داخل في الجدار الظهري بتاع المسانة البولية دوسل ول لان ده ال Works لجدار الحودي للمسانة البولية بيكون مواجه لل بلفك اندت تجويف الحوض والحالب بيمشي في جدار المسانة وبيفتح رقبة المسانة البولية وده الجزء الداخلي للحالب داخل المسانة وتبدأ بعد كده المجرى البولي ياريت اللي لسه ما عملش لايك لغاية دلوقتي ياريت تعمل لايك لو فاهم اي حاجة وتعمل ديس لايك لو ما انتش فاهم اي حاجة وده الانجوتيودينال سيكشن قطاع طولي في المسانة البولية ده اليوريتر الحالب وهنا دخل جوه الول جدار المسانة البولية اليوريناري بلادر الول بتاع اليوريتريك قلم اذا اليوريتريك قلم عمود الحالب هو عبارة عن الول بتاع اليوريناري بلادر المسانة البولية على الانتراميورال برض الجزء الداخلي للمسانة وده الفتحتين تويوريتريك اوريفيس فتحتين الحالب وهنا الفتحة لما جات هنا شدت الجدار الول قدامها لو قدام شدت الجدار ذات نفسه بتاع المسانة البولية علشان تعمل حاجة بسميها يوريتريك فولد طية الحالب واليوريتريك فولد الرية اليمين مع الشمال بيتلاقوا مع بعض في خط واحد بسميه يوريسرال كريستا كمة مجرى البول وهنا تكون مركب دلوقتي مسلس الشكل بسميه تريجوني فيزيكي المسلس المساني فيزيكي يعني المسانة وتريجوني مشتق من تريانجولار مسلس وله قعدة وهو عبارة عن الخط الوهمي اللي بيوصل الفتحتين بتوع اليوريتر الحالب وليه تو بوردر حدين بيمثلهم اليوريتريك فولدس الطيات الحالبية وكمة المسلس عبارة عن التقاء اليوريتريك فولد الطيات الحالبية مع اليوريسرال كريستا القمة المسانية والتريجوني فيزيكي المسلس المساني دي منطقة مهمة جدا من ناحية الجراحة لانها منطقة مفيش فيها فولدس طيات وما فيش فيها بلات فيزيلز او هي دموية فدي منطقة بيحصل فيها تدخل جراحة كتير بنسبة المسانة البولية اليوريناري بلادر وهنا بيعرفني اليوريسرال كريست قمة المسانة وده التقاء الاعمدة مع بعض مكونين طي غشائية واحدة زا كلام نزمية اتش ازار فورمينج اسنج الميكوزال فولد نون از يوريسرال كريست ونبدأ في المقنة بتاع الحالب كومبراتيف اوف يوريتر في حالة الاكسي الطور الحالب الايمن الريت يوريتر بيطرق النقير الكلوي ليفز رينا الحايلس وبيعبر الجهة البطنية للكليا يوصل للحد المتوسط كوريسزافنترال اسبكت اوف زا كيدني تو ريتش زا ميديا البوردر وبيستمر حتى يدخل في الجهة الزايلية للمسانة اتبروسيز كودالي تو يوريناري بلادر لكن لو تفتكروا المحاضرة اللي فاتت قلت ان الليفت كيدني بتاع الاكسي فيها ظاهرة الواندرينج كيدني الكيليا البندولية فهنا الحال بشمال بيبدأ من ايمن خط المنتصف وبيمر للسطح الايمن للكليا الخاصة به وبعد كده بيمر على الجهة البطنية من الحالب الايمن قبل ما يعبر لليسار ويدخل للمسانة لكن بالنسبة للحالب في حالة الكامل مفيش ظاهرة الواندرينج كيدني والراية كيدني بتكون طلعة قدام شوية والليفت يوريطر الحالب الايصر اقصر من الايمن ليفت يوريطر شورتر زين رايت وان وبيدخل الى مدخل الحوض انتر بلفك انلت من الجهة الانسية الداخلية للروباط الدائري للمسانة البولية وبيخترق جدار المسانة بالقرب من رقبة المسانة وهنا اليوريطر الحالب بالنسبة للهورس بيكون خارج الغشاء البريتوني ريترو بريتونية لغاية المسانة بيكون خارج الغشاء البريتوني توزا بلادر وفي اول عشرة صمتي بيكون فيه غدة مخاطية ذا فريست تين سانتيميتر بريزنتزا ميوكاس جلاند حويصالية امبوبية تيوبيولو غدة تحت الغشاء المخاطي قلنا الي بتدي لليورين بتاع الهورس الشكل المميز التربد المعقر الفومي بسبب الافرازات المخاطية الميوكاسيكريشان بتاع الغدة دي وحكينا حكاية ان اليورين بتاع الهورس شكل عصير الاصب اكتب لي في التعليقات وقل لي اليورين بتاع الهورس شكل عصير الاصب ليه لكن بالنسبة للسواين انسة الخنزير والكارنيفروز اكلات اللحوم مفيش صفات مميزة no special features غير ان الحالب بيخرج من الرينا البلفس من حوض الكلية وبيستمر وبيدخل من الدورس الوال الجدار الزهري للمسانة البولية اليوريناري بلادر طب ايه هي الانتير فلاكس ميكانيزم تقنية مضادة للارتجاع تقنية مضادة للارتداد لما المسانة بتكون مليانة بالبول حوينزة بلادر فلد والزا يورين جدارها بيمتد its wall is stretched وبتغلق الجزء الداخلي للحالب its wall is stretched closing intramural part of the ureter وبيمنع عودة اليورين اتجاه الحوض الكلوي preventing the return of the urine toward the renal البلفس عشان كده لو واحد عنده حصوة في الحالب او في المسانة البولية بيعمل حاجة اسمها الباك ميكانيزم تقنية الرجوع البول اللي هينزل من الكليا المفروض انه بيتحرك فيه الحالب عن طريق الحركة الدودية للحالب بسبب انقباض العضلات الملساء للجدار وهي اللي بتنزل البول زي القطرات زي حبات الندى اي نقطة بول بتتكون فيه كدني بتنزل فيه تجويف الكليا الرينا البلفس وبتنزل بسبب فعل البريستالتج موفمنت الحركة الدودية بتاع الحالب بتنزل المسانة البولية فلو فيه اي حصوة في المجرى ده بتعمل باك برشار الضغط الخلفي وده لو استمر بيعمل فشل كالوي بسبب احتباس البول وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ولو فهمت اي حاجة اعمل لايك ولو ما فهمتش اي حاجة من حقك تعمل ديس لايك والفيديو اللي جاي ان شاء الله يكون عملي اناتومي ونزله على قناتنا التانية قناة يوميات محمد وامنية واللي لسا ما وصل لهاش هسيب لكم لينك القناة ان شاء الله في التعليق المثبت كالعادة أبمن لكم كلكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته